في المفصل الأخير كنت رئيسي لمجلس النواب الذي أقر المعاهدة نعم كيف كانت هذه الحقدة، هذه المطبخ كانت صعبة؟ كيف يمكن أبوهايل أن يقول للأجيال هذه اللحظة؟ قد دي كانت صعبة عليك وكيف قبلت؟ سيدي أنا تم اترشحت لرئاسة مجلس النواب في 1994 كان سلفي أخوي وصديقي دولة طاهر المصري فترشحت بالمجلس الثاني عشر في السنة التي تلت دورة العادية الثانية حسن حظ في ذلك الأسبوع التي توليت فيه رئاسة مجلس النواب كانت معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية معروضة على مجلس النواب وبذكر أنه بعد توقيع المعاهدة في وادي عربة كان فيه خطاب للرئيس كلينتون في ذلك الوقت في مجلس النواب وكانت فترة صعبة جدا كانت فترة أنه كان لدينا معارضة قوية في مجلس النواب يعني لا ترغب بالضبط لا ترغب في أن يسير الأردن بمسار السلام ومنما صعد الموقف زيارة الرئيس كلونتون البرلمان الأردن ويعتبروا أنه والله الولايات المتحدة الأمريكية هي رأي السلام إلى آخره وكان فيه تشجنج عن التصريحات هنا وهناك أعرف كيف معسكر السلام ومعسكر الضد السلام إلى آخره فعانيت كثير في التجاوز بداية اللقاء اللي حصل في مجلس النواب تحت الخضر مجلس النواب الأردن الحقيقة قد أدت لقاءات وللأمانة تحسب لكثير من زملانا في ذلك الوقت ممن كانوا في المعارضة استطعت أن أصل معهم إلى اتفاق أن من لا يرغب يستطيع أن يغيب عن الجلسة ولهم الحق علي أن أطلب من التلفزيون أن يركز على مقاعدهم الشاغرة لكي يظهر في الأردن أن هناك آراء أخرى مش كنا رأي واحد وحقيقة هناك آراء أخرى ونحن لا نخفي ذلك فاتفقت معهم على أن من يرغب تسويذكي تسويذكي وبقي شخص أو شخصين كمراقبين في الجلسة لأنه ما كانوا متوقعين شو بدي يتحدث الرئيس كلينتون ثم بعد ذلك يعني كان النقاش المعاهدة اللي أخذ حوالي سبعين أو أكثر من سبعين وبيدي أحكي لك موقف وهذا يمكن أنا أول مرة أحكيه كنا في انتظار وصول الرئيس الأمريكي في ساحة المجلس ووصل جلالة الملك رحمه الله قبل الرئيس الأمريكي فندى أن يسألني كيف الوضع في المجلس قلت له الله سيدي إن شاء الله أن الأمور كلها جيدة وإخوان وزملائنا متفاهبين لكل وضع من رغب الحضور حضر ومن رأى أنه عنده موقف سياسي يعبر عنه بعدم الحضور مش رح يكون موجود ولكن كرامة استقبال الضيف ستطع فكان هناك من يبدو موضح لجلالة الملك بأنه ممكن إقرار المعاهدة الليلة فقال لي جلالة سيدنا بدي المعاهدة الليلة الحقيقة أنا فجأت فقلت له سيدي أنت تمر على رؤسنا بس تسمح لي أوضح موقفي جلالة الملك قالت فضل قلت سيدي حسب الدستور الأردني وانت حامي الدستور وأبو الدستور المعاهدة تعامل كما يعامل أي قانون المعاهدات بشكل عام قانون تعامل كقانون وفي التشريعات لدينا آلية حسب نظامنا الداخلي وحسب ما نحمل به آلية لمجلس النواب أن تأتي مسودة القانون من الحكومة تعرض على المجلس إذا قبل المجلس بحثه تحال إلى لجنة من اللجان تناقش في اللجان ثم يعود تقرير اللجنة بعد فترة إلى المجلس يوزع جدول الأعمال بفترة زمنية وعطيته الفترات الزمنية قال يعني كيف بدها قلت لسيدي بدها أسبوعي على الأقل كان واقفين بعض القيادات الأردنية فللأمانة كان رحمة الله عليه الأمير زيد بن شاكر قال جلالة سيدنا اللي بيحكيه سعاد مزبوط كان رئيس ديوان أظن فيه كان رئيس ديوان ملكي قال اللي بيحكيه سعاد سيدي مزبوط صحيح اللي بيحكيه دستوريا وخانونيا ونظام المجلس النواب فقال طيب إذا أنا بستطيع أقنع ضيفنا أنه كان باقي عندنا الليلة على أساس يأخذ المعاهدة معه كانت الفترة أنه نعطي المعاهدة للرئيس كليتون فتر هم كانوا رعاة السلام الضامنين فقال أنا بقنع الرئيس واشتغلوا شغلكم وأنتم حريصين أكيد على مصلحة الأردن قلتوا سيدي مصلحة الأردن في القهب موسيقى